بسم الله الرحمن الرحيم أبناء طلاب الانبئي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل اليوم من حضرات بتاعتنا اه كنا اشارنا مرة من مرات الى ان النظام الانتاجي اه عند تصميمه بتتخذ عدة قرارات هذه القرارات هي اول قرار قرار اختيار الموقع تاني قرار قرار تحديد الاسلوب الانتاجي او اختيار العمليات قرار التالت قرار تصميم المصنع قرار الرابع قرار تصميم المنتج قرار الخامس قرار تخطيط الطاقة الانتاجية واحنا اتكلمنا مع بعض عن قرار تحديد الاسلوب الانتاجي وعن قرار تصميم المصنع النهاردة هنواصل وحنتكلم عن قرار اختيار الموقع اي منشأة او اي نظام انتاجي بيفكر بيحتاج الى انه يحدد الموقع المناسب ليه. متى تفكر المنشأة والنظام الانتاجي في اختيار الموقع يحدث ذلك في الحالات التالية نمرة واحد في حالة انشاء نظام انتاجي جديد. ولما نقول نظام انتاجي نقصد به مصنع نقصد به مدرسة نقصد به جامعة نقصد به مؤسسة نقصد به مستشفى ايا كان فهو ده اللي نقصده بالنظام الانتاجي. فامتى احنا نفكر في اختيار الموقع لما بننشأ نظام انتاجي جديد. لما بننشأ مصنع جديد. لما بننشأ مدرسة جديدة. وهكذا الحالة التانية في حالة نظام انتاجي موجود بالفعل يعني المدرسة قائمة أو المصنع قائم أو الشركة قائمة وإنها ترغب المنشئة في التوسع أو التنويع والتوسع إن هي شغالة في نفس الشيء فعايزة تزود طاقتها تزود إمكانياتها تنويع لأ حتدخل نبنوع آخر على المنتجات اللي بتنتجها أو حتضيف حاجة تانية على المنتجات اللي بتنتجها يعني لو واحد مثلا عنده مدارس بيستثمر في مدارس ويشايف والله تعليم مربح مثلا رغم إنه هو خدمة فيفكر مثلا إنه يعمل جمعة أو يدخل في مجال المعاهد العليا فهنا جانب التعليم المدرسي بيحاول إنه ينوع يقدم تعليم جامعي فده الفرق بين التوسع والتنويع التوسع في نفس المجال التنويع بيضيف مجالات أخرى لنشاطه ولذلك السؤال إيه اللي بيخليه توسع أو ينوع اللي بيخليه يتوسع أو ينوع النمو النمو اللي هو زيادة الطلب على زيادة الطلب من جانب المستهلكين هو ده اللي بيدعوه إلى التوسع أو النمو طيب ما هو يتوسع في نفس الموقع الحالي أو ينمو في نفس الموقع الحالي لا خلاص الموقع الحالي ما عادش يستوعب وصل إلى طاقته القصوة فده السبب الأول يتم التوسع أو التنويع لمواجهة النمو السبب الثاني بتلجأ المنشاعة للتوسع لمواجهة ارتفاع الطلب الحالي الطلب الحالي يعني غير مشبع أو ما هوش كالطلب الحالي غير مشبع أو الانتاج اللي موجود غير كافي فبيلجأ إلى أنه يزود طاقته عشان يشبع الطلب الحالي اللي فوق النمو النمو اللي هو زيادة من سنة إلى أخرى السبب الثالث تلجأ المنشاعة للتنويع التنويع المراضي يعني تضيف حاجات جديدة لاستفادة من الأسواق حالية أو مشابهة أو خلق أسواق جديدة دي المبررات اللي بتدعو إلى التوسع أو النمو منشاعة قائمة لو منشاعة موجودة يعني مصنع موجودة أو مدرسة موجودة أو جمعة موجودة أو مستشفى موجود وعايزة تتوسع أو عايزة تنوع متى تختار الموقع لمنشاعة قائمة فبيقول والله أو كيف كيف تختار الموقع لمنشاعة قائمة بتلجأ إلى اتباع أحد البداية للتالية أم تتوسع في الموقع الحالي يعني نفس الموقع اللي هي فيه تتوسع تتوسع يعني تعمل إنشاءات جديدة في نفس الموقع أو تزود طاقة المكان في نفس الموقع إلى آخر تتوسع في الموقع في الحالي نمرة اتنين إنها ممكن الموقع الحالي ما يستوعبش فالبحث عن موقع أو مواقع جديدة لإنشاء مصنع أو مصانع إضافية ساب الثالث استبدال الموقع الحالي بموقع آخر أكبر مساحة لأ المكان دا ما هوش كافي بالنسباله فبيحاول إنه يسيبه ويشوف موقع آخر فذا اللي هو كيفية اختيار موقع لمنشاعة قائمة طب إيه الأسباب اللي بتدعوه الموقع الحالي دا إنه يسيب الموقع الحالي ويروح موقع آخر الأسباب التي تدعوه إلى إنه يسيب الموقع الحالي ويروح موقع آخر متعددة زي تغيرات في مواقع الأسواق يعني أي تغيرات في مواقع الأسواق يعني العملاء بتوعه أو السوق بتاعته أو الطلب بتاعه ما عدتش في سوق معين إنما ظهرت سوق جديدة أو هناك أماكن أخرى هو توجه إليها العملاء فهنا بيلجأ إلى إنه يغير في مواقع التغيرات في مواقع الأسواق دا بتخليه يفكر يروح هو للمكان الجديد دا تغيرات في مدى توفر العمالة أو تكلفاتها إنه دايما العمالة المستثمرين بيبحثوا عن العمالة الأرخص ولذلك بنجد أن الشركات التي تعمل في المجال الدولي ما بتحاولش تنشئ مصانعها أو شركاتها في نفس بلدها زي الشركات الأمريكية أو اليابانية أو إلى آخره إنما تحاول إنها تشوف البلدين اللي تكلفة العمالة فيها منقفضة وبتفتح فروعها في البلاد اللي تكلفتها منقفضة يبقى هنا تكلفة العمالة أصبحت هي العامل اللي بتخليه يسيب موقعه أو يفتح موقع آخر في الدول الأخرى أو تغيرات في مدى توفر الخامات أماكن الخامات اللي كنا بناخد منها الخامات نضبط لكن في مواقع جديدة ظهرت أو اكتشف فيها الخام فبنلجأ في هذه الحالة إلى إن إحنا قد نذهب إلى هذا الموقع الجديد ونعمل المصنع بالقرب منه إذا كانت المادة الخامة هي الحاكم زي ما إحنا حنشوف السبب الرابع أنه ممكن الموقع اللي هو فيه الدولة لظروف ما أكبرته أنه يسيب الموقع ده ويروح موقع آخر لأن الموقع ده بيهدم أو بيستولى عليه لأغراض أخرى نمرة خمسة تغيرات في مدى توفر فعالية وسائل النقل والمواصلات وسائل النقل والمواصلات والمقصود هنا أنه يعني مثلا في مصر زبان كنا بنشوف المصانع أو الشركات تقام بالقرب على ضفاف النيل أو بالقرب على البحر مثلا لأن كانت وسيلة النقل المستخدمة كانت النقل عن طريق المراكب الشراعية فهو يعمل المطمع أو الشركة بتاعته على النيل علشان يحمل في المركب والمركب تنقل إلى أنحاء البلاد المختلفة عن طريق المراكب الشراعية لكن دلوقتي في ظل الوضع الحالي وقيمت كباري كثيرا على النيل فما عدتش المراكب الشراعية بتمشي في النيل ظهر بعد كده السكك الحديدية عشان كده كان يعتمد كثيرا على النقل بالسكك الحديدية في وجود اللورز والنقل بالشاحنات خلاه يعمل الموقع بتاعه في أي مكان وينقل باللوري فالتغيرات في وسائل النقل والموصلات غيرت أو تجعل صاحب المنشأة المقامة في موقع معين تفكر أنها تستبدله بموقع آخر إعادة توطن الصناعة يعني إعادة توطن كلمة التوطن يعني اتخذ له وطن يعني إيه اتخذ له وطن والوطن هو المكان الذي يستوطن فيه الإنسان ويقيم فالصناعة ملاحظة أنه في صناعات تكاد تكون متركزة أو موجودة في مكان معين زي صناعة تكرير البترول دايما تلاقيها عند البحار أو على الفلجان ليه؟ لأنه لشان سهولة النقر فبصت ليه الصناعة توطنت في هذا المكان فممكن الصناعة التي تقدم تكنوليجا لأسباب أخرى لم تعد متوطنة في هذا المكان وإنما نقلت إلى مكان آخر يعني في مصر زمان مثلاً كانت صناعة تجارة الجملة مركزة في الأزهر ما عادش الوضع الآن كما كان سابقاً سبب آخر يدعو إلى قرار استبدال الموقع لحل بموقع آخر القرارات الحكومية وقوانين الدولة يعني مثلاً الدولة عايزة تشجع منطقة معينة وعايزة تنميها فبتعمل إغراءات وحوافز للناس أنهم ينتقلوا إلى المنطقة الجديدة فبتعفيها من الضرائب لفترة معينة فده يجذب صاحب الموقع الحالي إلى أنه يفتح مصنع في موقع آخر دي الأسباب التي تدعو إلى قرار استبدال الموقع لحل بموقع آخر طب إيه هي العوامل المؤثرة على اختيار الموقع؟ العوامل المؤثرة على اختيار الموقع عوامل متعددة منها عوامل خاصة بالمدخلات منها عوامل خاصة بالمخرجات منها عوامل خاصة بالعمليات التحويلية منها الدوافع الشخصية منها الضرائب والتشريعات العوامل المدخلات يوصل فيها عدة عناصر نحن عارفين أنه نظام الإنتاج بيتكون مدخلات ومخرجات وتحول والمدخلات زي ما شرحنا أول مرة زي المواد الخام زي العمالة زي الإمكانات المختلفة اللازمة للعملية الصناعية ينسميها مدخلات نحظ العام القاصة بالمدخلات الموارد البشرية مثلا والمقصود بالموارد البشرية العمالة ومدى توفرها ومستويات الأجور زي ما تكلمنا والمهارات يقصد بها الكفاءات ومستويات الأجور وإحنا تكلمنا دلوقتي أنه لما تكون مستويات الأجور منخفضة في مكان معين فده بيخلي الصناعات كثير من الصناعات تسيب مكانها وتروح في الدول منخفضة التكلفة ونشاط النقابات نشاط النقابات في الدول المتقدمة في نقابات قوية النقابات بتعوق أصحاب الإدارة من اتخاذ القرار لأنها دايما بتدرس أثار كل القرارات على القوى العاملة عشان كده ده بيمشكل مصاعب لأصحاب المصانع ولذلك بنجد في أمريكا مثلا أنه في نقابات عملية قوية ولذلك بنجد أن كثيرا من المستثمرين من الدول المختلفة يترددوا كثيرا عندما يفتحوا مصانع في أمريكا لقوة النقابات فالمقصود بالموارد البشرية العمالة ودرجة توفر المهارات والمستويات الأجور ونشاط النقابات توفر السكن العمالية التعليم دي كلها عوامل حتبثر في اختيار الموقع أيضا الأرض والخامات الأرض والخامات والمعدات الخامات الأرض أنه إحنا إحنا عشان ننشئ مصنع بندور على المكان الأرخص ولذلك إحنا قلنا حتى مرة من المرات في دبي مثلا أسعار الأراضي مرتفعة فلذلك بنجد أن أصحاب المحلات في دبي يستأجر المحل في دبي لكن المخازن بتاعته اللي بيخازن فيها مش موجودة في دبي موجودة في إمارات أخرى فهنا ليه بسبب عامل التوافر والأرض وتكلفاتها والخامات والمعدات وتكاليف البناء والمرافق المختلفة أو وسائل النقل فدي كلها عوامل بتأثر عامل مدخلات تؤثر على اختيار الموقع الأموال من حيث مدى توفير المصرفية المختلفة وتوفير التسهيلات الاقتمانية فالخامات والأرض والتوافر المصادر الأموال والقوى العاملة دي كلها عوامل تنتمي إلى المدخلات طب إزاي يتأثر اختيار الموقع بالمدخلات أل شوف لو كانت المادة الخام كبيرة الحجم ثقيلة الوزن يعني إحنا المادة الخام اللي بنجيبها دي ونصنع بها المنتج كبيرة الحجم ثقيلة الوزن فنروح نعمل إيه وإحنا لما بننقلها من مكان إنتاجها للمكان اللي بنصنعها فيه يعني ممكن تبقى المادة كبيرة الحجم ثقيلة الوزن لكن اللي بناخده أو اللي بيدخل في صنع المنتج جزء ضئيل زي صناعة الأسنان وزي صناعات تحليلية زي تكرير البترو عشان كده نعمل إيه خلاص نعمل المصنع بالقرب من المادة الخام لأن إحنا لما نعمل المصنع بالقرب من المادة الخام هنوفر في تكاليف النقل خصوصاً إن إحنا بننقل كميات كبيرة لكن الجزء اللي بناخده بيكون جزء ضئيل يبقى إذا كانت المادة الخام كبيرة الحجم ثقيلة الوزن زي صناعة الأسمن بيقام المصنع بالقرب من المادة الخام من أجل توفير تكلفة النقل في الصناعات اللي بتعتمد على العمل البشري في الانتاج بنسبة اكبر بنخلي المصنع يقام زي ما قلت اكثر من مرة بالقرب من العمالة المخيصة لكن اذا كان بيعتمد على الالية والاوتوماتية العنصر البشري في هذه الحالة هتكون نسبته قليلة فمش هيكون العنصر البشري في هذه الحالة عامل مؤثر ده ازاي الموكع ازاي تؤثر المدخلات في اختيار الموقع المخرجات يقصد بها العامل مخاصة بالمخرجات وتؤثر على اختيار الموقع منها عامل اقتصادي زي ما قلت من شوية العامل الاقتصادية زي الضرائي والرسوم اللي بتفرضها الحكومات الحكومية المحلية الى اخر فقلت ان الدولة لما تحب تشجع منتج معين او صناعة معينة تعفيها من الضرائب فتعفيها من الضرائب يبقى اصبح في هذه الحالة ده عامل ده عامل جذب انها ايه او ناخده في الاعتبار عند اختيار الموقع برضو في عامل غير اقتصادية زي القوانين المحلية وتلوث البيئة خدمات الاجتماعية كل دي عامل غير اقتصادية اقتصادية الموقع برضو التسويق والعلاقات العامة يعني ممكن احنا لما نجي نفكر نختار موقع معين احيانا المجتمع يبقى واخد نظر نظرة سلبية لهذه الصناعة يعني دايما مثلا باللاحظة ان المفاعلات النووية تحاول انها تكون بعيدة عن العمران ولذلك المواقع المفاعلات لما تيجي تنشأ في منطقة معينة الاهل المنطقة ممكن مايرحبوش بيها لتيجي للاشعاع او برضو حتى في الابراج المحمول بنجد انه الناس ما تحبش تسكن جنب ابراج المحمول لتأثيراتها برضو فعشان كده بنجد انه لما تيجي مثلا شركة المحمول تعمل ابراج في منطقة معينة نجد السكان الموجودين في المنطقة دي بيعرضو او بيرحبوش بالحكاية دي فموقف المجتمع اعتجاه الصناعة مؤثر في اختيار الموقع برضو زي ما قلت الامكانات المتاحة للتخزين تؤثر في اختيار الموقع زي ما اضربنا مثال دبي امكانات وسائل النقد دي كلها عوامل خاصة بالمخرجات ازاي يؤثر اختيار الموقع على المخرجات فبنقول لو كان المنتج التام اللي احنا بننتجه كبير الحجم ثقيل الوزن عكس المادة الخام كبير الحجم ثقيل الوزن زي في صناعة المياه الغازية احنا في صناعة المياه الغازية بننقل سنديق بننقل سنديق معبقة بالمياه فالمنتج تقيل الحجم فعشان كده تكاليف النقل هترتفع عشان كده يقام المصنع فين يقام المصنع بالقرب من السوق يعني في دراسة انا شفتها او عملتها في صناعة المياه الغازية كان في مصر في فترة الستينات كان في شركة البيفسكولة عندها اربع مصانع اتنين في القاهرة واتنين في سكندرية اتنين في القاهرة واحد في جارة الهارم في المنطقة الطالبية واحد كان هنا وراك جامعة عن شمس كانت بتوزع الشركة في القاهرة والجيزة لماكن القريبة وبعدين كانت بتوزع في طبعا القاهرة والجيزة وبنسويف وكانت توزع في المانية كان ايامها سعر الزازة بقرش ونص والساندوء في اربعة وعشرين ازازة يعني اربعة وعشرين في ارش ونص يعني الصندوق في ستة وثلاثين يعني بحوالي ستة وثلاثين ارش كانت الصندوق بستة وثلاثين ارش لما ننقل من القاهرة ونروح نبيع في المانية كنا بنكسف في الصندوق الواحد او كانت الشركة بتكسف في الصندوق الواحد ارش ونص فالربح يعتبر بسيط ارش ونص من واحدة ونص على ستة وثلاثين شوفها النسبة هتطلع قد نسبة صغيرة جدا فالليل ارتفعت كليف النقل فعشان كده الشركة بطلت توزع في المنية وبعدين لما حصل زي ما شرحنا من شوية حصل عملية زيادة في الطلب وتوسعات افتتحوا مصانع هناك بالقرب من السوق في الخدمات يتم إقامة المنشئة بالقرب من الأسواق يعني مثلا خدمات زي المدارس زي المستشفيات زي المساجد دي كلها بتقدم خدمة عندما نيجي نختار الموقع يبقى نختار في الموقع اللي فيه التجمعات السكانية اللي فيه التجمعات السكانية في الصناعات التركيبية زي الأدوية والصناعات التجمعية يهتم إقامة المنشئة بالقرب من السوق ليه؟ لأن هنا الأدوية اريد عدة خامات الصناعات التجمعية الدخلة في عدة مكونات طيب أنا لو هختار للمكون. طب سأختار القرب من المكون ده ولا ده ولا ده المواد الخام متعددة. فقال عشان كده خلاص مدام متعددة المواد الخام الدخلة في الانتاج يبقى في هذه الحالة نعملها بالقرب من الأسواق. ده هو اختيار العاملة الخاصة بالمخرجات. العاملة الخاصة تحول هنا عشان نحول نصنع منتج معين الأول بنعمله تصميم وبعدين بعد بنوفر الآلات والإمكانيات بنعمل عملية التشغيل فبيطلع المنتج. فإذا احنا محتاجين في عملية الانتاج أو عشان نصنع منتج معين محتاجين نعمل له ديزاين نعمل له تصميم. وعشان نعمل له التصميم محتاجين الناس اللي تفهم محتاجين الكفاءات اللي عندها القدرة على التصور. فده عامل بناخده في الاعتبار ولذلك حتى بنجد انه في قوانين المناقصات انه اي حد عايز يعمل مناقصة انه لازم اول حاجة يحطه المواصفات. فبنجد انه القوانين بتوكل عملية وضع المواصفات ديه إلى حد من جوه الجهة اللي عملة المناقصة ديه. طب ما عندهمش احد فقال يجوز الاستعانة بجهات خارجية عشان كده لو ما عندوش يشوف جهات خارجية. وعشان كده بناخد من الاول خالصة هل تتوافر المؤسسات العلمية ومراكز البحوصة معادة التدريب. علشان لو احنا محتاجين الاستشارة يبقى العملية دي متوافرة بدل ما ندور في مكان ابعد فده عامل من العوامل اللي بيقصر. كذلك برضو المنطقة اللي احنا بنفكر نقيم فيها المصمع تتوافر فيها من السهل فيها الخصول على البيانات. من السهل فيها توافر مراكز التشغيل الاكتروني. من السهل فيها زي ما قلت توفير اماكن التخزين والعوامل البيئية المغسرة على الجودة. كل العوامل ديه بناخدها في الاعتبار على عملية التحول الانتاجي. برضو من ضمن العمل الخاص بعملية تحول الصيانة ومراقبة التكلفة. زي توافر خدمات الصيانة والاصلاح توافر المراجعة. طيب ازاي بيأثر عملية التحول على اختيار الموقع. زي ما احنا قلنا في الخدمات يتم اقامة المنشئة بالبرد من السوق. نمرة اثنين اذا كانت الصناعة تعتمد على استهلاك كميات كبيرة من المياه فان المنشئة تقام بالقرب من مصدر المياه. خلي بالك هنا تعتمد على استهلاك كميات كبيرة من المياه. مش المياه دخلة في تكون المنتج لانها لو كانت دخلة في تكون المنتج كانت حطبها مدخلات. انما لا ده المياه هنا بنستخدمها للمساعدة في العملية الانتاجية. يعني مثلا بنبرد بيها المعدات او بنبرد بيها الاجهزة فهي مش دخلة في المنتج. لكن دخلة في ايه؟ في المساهمة في عملية التحول التبريد. التبريد ده عملية. فلذلك بنجد انه بعض الصناعات تقام بالقرب من مصادر المياه. زي مثلا زي الحديد والصلب وزي المفاعلات النووية. ولو كانت الصناعة بتؤدي لتلوث في البيئة زي الصناعات الكيموية. لان عمليات الكيموية ملوثة للبيئة فالصناعة تقام بالأمراض. فيه العوامل الشخصية. العوامل الشخصية التي تعود الى الشخص. والعوامل الشخصية بنجد زي مثلا كثير من الناس اللي يحبوا يعملوا مصانع او يحبوا يعملوا مشروعات يحبوا يعملوها جانب المكان اللي هم مقيمين فيه. او متخذينه كمكان اقامة ليهم. ولذلك بنجد انه معظم الصناعات اللي قيمت في مصر في الخمسينات وما قبلها او في الستينات. بنجد متركزة في القاهرة اسكندرية. ليه متركزة في القاهرة اسكندرية؟ لأن اللي عملوا هذه المصانع اصلا كانوا اجانب. والاجانب مقيمين في القاهرة اسكندرية. عشان كده هو اختار الموقع بالقرب من محل اقامتها. ولذلك زي ما قلت من شوية بنجد ان الدولة عشان تشجع انها الناس تروح تنمي مناطق جديدة وتعمر مناطق جديدة فبتديلهم حوافز علشان تشجعهم انهم يفتحوا في الاماكن الجديدة دي. ده فيما يتعلق بالعوامل او الدولة. فينه العوامل الخاصة بالضرائب والتشريعات؟ العوامل الخاصة بالضرائب والتشريعات زي ما احنا قلنا الضرائب تختلف من مكان الى اخر وعشان كده طالما انها تختلف من مكان الى اخر فكما زي ما ذكرت اكثر من مرة بنجد ان الدولة عشان تشجع انها تروح تقفض شريحة الضرائب على الشركات والمصانع التي تنشأ في المناطق المائية او الريفية الى اخره فده بيجزب ان الناس انها تروح لهذه الاماكن فاصبح الضرائب والتشريعات الخاصة بذلك من العوامل المؤثرة في اختيار الموقع يبقى اذا العوامل الخاصة باختيار الموقع في عوامل خاصة بالمدخلات في عوامل خاصة بالمخرجات في عوامل خاصة بعملية التحول في عوامل خاصة بالتشريعات والضرائب في عوامل خاصة زي ما احنا قلنا عوامل شخصية او عوامل ذاتية طيب دي العوامل اللي احنا بنفكر فيها لما نيجي يعني واحنا بنفكر نتخذ قرار باختيار موقع طيب ازاي نختار الموقع ايه الاداة ايه الوسيلة اللي نختار بها الموقع عشان اقول اه ما هو اصل العوامل كتيرة ايه ومتنوعة ومتعددة طيب ازاي ازاي لما تبقى عندي متغيرات كتيرة بتأثر فعايز وسيلة تساعدني في عملية الاختيار فقال والله احنا عندنا مجموعتين من الاساليب العلمية لاختيار الموقع لما تبقى العوامل الحاكمة عوامل موضوعية والمقصود بها عوامل موضوعية يعني عوامل مبنية على المنطق والتفكير السليم يعني ايه مبنية على المنطق والتفكير السليم يعني اللي هي مش دخلة فيها عوامل شخصية يعني مثلا لما نقول والله الموقع الفلاني تكلفته اقل خلاص ده عامل موضوعي والناس كلها بترحب بعمل التكلفة الموقع الفلاني حيدينا ربح اعلى يبقى ده عامل موضوعي فالعوامل الموضوعية اللي هي في خاضيع للمنطق والتفكير السليم ومش هيبقى عليها اختلاف قال في هذه الحالة احنا عندنا اسلوبين ممكن نستخدمهم في حاجة اسمها نموذج التعادل وفي حاجة اسمها نموذج التوزيع لكن احيانا ندخل مع العامل الموضوعية العامل الذاتية العامل الشخصية اللي احنا تكلمنا عنها زي القرب من المسكن ولا مش عارف يفضل شيء معين ولا لا نيول نحو شيء آخر لي اسمها عامل ذاتية فقال لما ندخل اتنين العامل الموضوعية والعامل الذاتية عندنا برضو اسلوبين في نموذج اسمه نموذج التحليل البعدي وفي نموذج اسمه نموذج براون وجيبسون احنا هناخد من كل هذه الاساليب هناخد نموذج التعادل كلمة التعادل التعادل يقصد بيها التساوي التعادل يعني التساوي فلما الاتنين يتسويان نقول اتنين تعادلها ولذلك فريقين بيلعبوا كورة نقول ايه وصلوا الى طلع متعدلين متعدلين يعني هما الاتنين لهم نفس النتائج وما فيش واحد تفوق على الاخر عندنا نموذج التعدل بيستخدم كبير في مجال الدراسات الاقتصادية ولذلك لما منعرف في التعادل تعادل بيتعادل بيتعادل ايه حاجتين بيتعادلوا مع بعض بيتعادلوا مع بعض في نقطة معينة وعشان كده النقطة دي بنسميها نقطة التعادل وعشان كده لما بنعرف نقطة التعادل نقطة التعادل هي النقطة التي تتساوى عندها الاتنين اللي حيتساوى مع بعض الارادات الكلية مع التكاليف الارادات سوت التكاليف والإرادات دي اللي هي الأموال اللي احنا بنحصلها التكاليف اللي بندفعها فلو كنا اللي بنحصله أكتر من اللي بندفعه يبقى في هذه الحالة احنا بنربع لكن لو كنا اللي بندفعه أكتر من اللي بنحصله يبقى بنخسر عند التعادل الاثنين قد بعض يبقى لا فيه ربح ولا خسارة عشان كده نقطة التعادل هي النقطة التي تتساوى عندها الإرادات الكلية مع التكاليف الكلية وعندها لا تحقق المنشئة ربحا أو خسارة أو لا تحقق المنشئة ربحا ولا خسارة لكن قبل التعادل وقبلها تحقق خسائر وبعدها تحقق ربحا قبلها تحقق خسائر يعني قبل نقطة التعادل تحقق خسائر وبعدها تحقق ربحا إيه معنى الإيرادات الإيرادات هي المتحصلات من المبيعات كلمة الإيرادات جاية من الوارد ما يارد إلى المنشئة ما يارد إلى المنشئة فالإيرادات هي المتحصلات من المبيعات وإحنا المبيعات لما بنبيع بنبيع كمية منتج بنبيع عدد وحدات طيب كل وحدة لها سعر فعشان كده الإيرادات ديها هي قيمة المبيعات قيمة المبيعات اللي هي بتسوي كمية المبيعات في سعر البيع للوحدة هي دي الإيرادات يبقى الإيرادات هي ما تحصله المنشأة واللي بتحصله بتحصله من نتيجة البيع فعشان كده الإيرادات وقيمة المبيعات بنفس المعنى والإيرادات اللي هي الكمية أو قيمة المبيعات اللي هي كمية الوحدة التكاليف الكلية تكاليف الكلية دي مجموعة حاجتين حاجة اسمها التكاليف الثبتة حاجة اسمها التكاليف المتغيرة وكلمة التكاليف التكاليف اللي هو النفقات اللي بندفعها النفقات اللي بندفعها المصرفات اللي بندفعها في سبيل الحصول على احتياجاتنا النفقات أو المصاريف اللي بنصرفها أو بننفقها أو بندفعها في سبيل الحصول على احتياجاتنا اسمها تكاليف تكاليف دي فيها تكاليف متغيرة فيه تكاليف اسمها تكاليف ثابتة متغيرة وهنا متغير أو ثابت من حيث العلاقة بكمية الانتاج يعني بيشوفوا العلاقة من حيث كمية الانتاج ففيه تكاليف كل ما يزيد الانتاج تزيد هذه التكاليف كل ما يقل الانتاج تقل هذه التكاليف زي ايه؟ زي مثلا المواد الخام كل من نزود الانتاج محتاجين زيادة في المواد الخامة كل من نقلل الانتاج حنقلل احتاجاتنا من مواد الخامة مش هننتج خالص كما مش عايزين مواد خامة وزي العمالة كل من نزود الانتاج ويزيد علينا الطلب نحن نعين عمالة نزود العمالة يقلل الانتاج نقلل الطلب ما فيش انتاج ما يقلل الانتاج يبقى حنقلل احتاجاتنا من العمالة ما فيش طلب ما فيش انتاج يبقى خلاص حنستغني عن هذه العمالة ولذلك التكليف المتغيرة بتشمل تكلفة الخامات المباشرة وتكلفة العمل المباشر وكلمة المباشر زي ما قلت مرة من المرات المباشر اللي هو لصيق بالشيء يعني مرتبط به فتكلفة الخامات لصيقة لصيقة بالكمية يعني ماشية معاها زادي زيد لصيقة بيها ووجدت هتبقى موجودة ووجدت شيء مش هتبقى موجودة زي تكلفة الخامات المباشرة وتكلفة العمل المباشر وتكلفة الخامات المباشرة بتحسب للوحدة يعني نقول الوحدة مثلا عايزة نص كيلو أو عايزة مثلا 20 جرام أو عايزة 5 لترات أو عايزة 5 وحدات فبتحسب للوحدة ودائما عرفنا الوحدة حتاخد كام يبقى نقدر نحسب للكمية كلها أو الإجمالي فالتكاليف المتغيرة الإجمالية هي عبارة عن كمية المبيعات أو الكمية المنتجة والمباعة كمية المبيعات أو المنتجة والمباعة في تكلفة الوحدة المتغيرة في تكلفة الوحدة المتغيرة ده اللي هو اللي هو التكاليف المتغيرة التكاليف الثابدة النوع الثاني دي ثابتة ثابتة يعني تلزم حالة واحدة زاد الإنتاج ولا أل ما تتغيرش زي أنا الفلوس اللي دفعتها في المكان خلاص أنا جبت المكان أو المكان ما تعيش خمس سنين نفضل ننتج بها الخمس سنين يبقى إذن التكاليف لا تزيد ولا تقل فالتكاليف الثابتة هي التي لا تتغير مع تغير الكمية الإنتاج وتظل ثابتة تظل ثابتة يعني حتى لو زاد الإنتاج أو قل الإنتاج حتى لو ما كانش فيه إنتاج هتبقى هذه التكاليف مدفوعة لكن التكاليف المتغيرة لو ما فيش هذه التكاليف المتغيرة لو مش هننتج يبقى مش محتاجين لخمات ولا عمال لكن هنا مش هننتج لا خلاص التكاليف أنت تحملتها وتدفع حتى في حالة عدم إنتاج زي إيه؟ زي الإهلاك وزي الفوائد القروض يعني لو واحد واخد قرض من البنك اشتغل ما اشتغلش خلاص العداد الفوائد بيعد عليه وتدفع حتى في حالة عدم الإنتاج زي ما قلت مجموعة التكاليف المتغيرة والتكاليف السابتة بيدوني التكاليف الكلية واحنا قلنا أن التكاليف المتغيرة هي كمية المبيعات في تكلفة الوحدة المتغيرة في تكلفة الوحدة المتغيرة زائد التكاليف الزي ما قلت بعد ما عرفنا يعني إيه إيرادات ويعني إيه تكاليف ثابتة ويعني إيه تكاليف متغيرة تعال نشوف بقى حكاية التعادل احنا بنقول أن التعادل هي عبارة عن كمية الإنتاج التي تتساوى عندها الإيرادات الكلية مع التكاليف الكلية وعندها لا يحقق المشروع ربحا أو خسائر تعال نوضح لك الكلام ده في شكل مثال حساب افرض مثلا أنه في منشأة بتنتج منتج المنتج بتبيعه بسعر 2 جنيه واللي بتبيعه بسعر 2 جنيه ده عايز الوحدة الوحدة عايز مات خام بجنيه واحد وحنفترض أنه التكاليف السابتة 2000 جنيه تعال نشوف كمية تعال نشوف الإيرادات الكلية والتكاليف الكلية والتكاليف السابتة والربح أو الخسائر في حالة كميات إنتاج مختلفة وبافتراض هنا اللي احنا بننتجه وبنبيعه بافتراض اللي احنا بننتجه وبنبيعه عشان كده حنشوف في عدة حالاتهم لو ما أنتجتش خالص لو أنتجت 1000 وحدة لو أنتجت 2000 وحدة لو أنتجت 3000 وحدة لو أنتجت 4000 وحدة وهكذا تعال نشوف الإيرادات والتكاليف في الحالات المختلفة دي فقادي الإيرادات وإحنا قلنا الإيرادات اللي هي عبارة عن إيه؟ اللي هي عبارة عن كمية المبيعات أو كمية المنتجات اللي أنتجت وبيعت ها؟ الكمية مضربة في السعر فالكمية هنا صفر مضربة في السعر اللي هو 2 يطلع مش هناخد أي حاجة لأن إحنا ما أنتجناش وبالتالي مش فيش إيرادة لكن لو أنتجنا 1000 وحدة بـ 2 جنيه يبقى 1 في 2 بـ 1000 جنيه لو أنتجنا 2 وحدة بـ 2 جنيه يبقى بـ 4000 جنيه لو أنتجنا 3 وحدة بـ 2 جنيه يبقى 3 في 2 بـ 6000 جنيه 4 وحدة بـ 2 جنيه يبقى بـ 8000 جنيه وهكذا فباللاحظ أن كلما زاد الإنتاج المباع كلما زاد الإنتاج المباع زادت الإيرادات كلما قل الإنتاج المباع كلما قلت الإيرادات ما فيش إنتاج يبقى ما فيش إيرادات ذا اللي هي الإيرادات تعال نحسب تكليف المتغيرة تكليف المتغيرة الإجمالية تكليف المتغيرة الإجمالية وحلقنا التكليف المتغيرة الإجمالية عبارة عن تكلفة الوحدة تكلفة الوحدة مضروبة في كمية الإنتاج المباع فهنا الإنتاج المباع صف في واحد اللي هو تكلفة الوحدة حيطلع صف هنا أنتجنا وحدة وحدة والوحدة بتتكلف هنا أنتجنا ألف وحدة والوحدة بتتكلف جنيه يبقى ألف في واحد بألف جنيه أنتجنا ألفين يبقى ألفين في واحد بألفين جنيه أنتجنا تلاتة يبقى ثلاثة في واحد بثلاث تلاف جنيه أنتجنا أربعة يبقى أربعة في واحد بأربعة جنيه وبالتالي التكريف المتغيرة زي ما احنا شايفين كل ما بيزيد الانتاج هي بتزيد وكل ما بيقل الانتاج هي بتقل كل ما بيزيد الانتاج هي بتزيد وكل ما بيقل الانتاج هي بتقل ده اللي هي التكاليف المتغيرة التكاليف الثابتة ما فيش طبعا انتاج بيبقى ما فيش تكاليف متغيرة تكاليف الثابتة رقم ثابت 2000 جنيه زاد الانتاج أو L هي بتلتزم بنفس الحالة بنفس الحالة اربع تلاف اتنين تلات تلاف اتنين مفيش انتاج خالص بتدفع حتى في حالة عدم الانتاج حنجمع التكاليم المتغيرة مع التكاليف السابعة فهيدينا التكاليف الكلية صفر واتنين هيطلع اتنين واحد 1000 تكاليف سابعة تلات تلاف 2000 تكاليف متغيرة 2000 تكاليف سابعة يبقى 4000 3000 ثلاثة تكاليف متغيرة واثنين ثبتة يبقى خمس ثلاثة ربعة متغيرة واثنين ثبتة ست ثلاثة فده اسمها التكاليف الكلية اللي هي مجموعة التكاليف المتغيرة والتكاليف الثبتة في بعد كده عايزين نحسب إحنا بنبقى لما نيجي نقارن شوف هنا الإيرادات صفر والتكاليف ألفين ونحن بنقارن بنقول إنه نقطة التعادل هي النقطة التي تتساوى عندها التكاليف الكلية التكاليف الكلية مع الإيرادات الكلية لكن شوف هنا الإيرادات صفر والتكاليف الكلية اثنين الإيرادات اثنين التكاليف الكلية ثلاثة الإيرادات اربعة التكاليف الكلية اربعة يبقى هي دي نقطة التعادل يبقى نقطة التعادل يبقى هذه المنشآة تحق التعادل عند ألفين وحدة وفي هذه الحالة الإيرادات الكلية هتساوي التكاليف الكلية بعدها هنا الإيرادات ستة والتكاليف 5 هي بيطلع زي ما احنا شايفين الارادات اكتر من التكاليف هنا 8 وهنا 6 فالنقطة اللي بتساوى فيها الارادات الكلية مع التكاليف الكلية هي دي بيسموها نقطة التعادل احنا قلنا ان الارادات الكلية نقص التكاليف الكلية حتساوي الربح فالربح او الخسائر هو عبارة عن الفرق بين الارادات نقص التكاليف الارادات 0 نقص 2 هيطلع سالب 2 يعني خسائر الفنجن لان احنا ما امتجناش هنا اثنين لكن ثلاثة هيطلع خسائر واحد هنا اربعة نقص اربعة هيطلع صفر هنا ستة نقص خمسة هيطلع واحد هنا تمانية نقص ستة هيطلع اثنين فده اذا شوف نقطة التعادل بنقول اثنين يبقى النقطة دي اللي تساوى فيها الارادات الكلية مع التكاليف الكلية مفيش لا ربح ولا خسائر قبلها فيه خسائر بعدها فيه ربح لاحظ ان الخسائر بتقل كل ما نقرب من التعادل الارباح بتزيد كل ما نبعد عن التعادل لما نيجي نوضح هذا الكلية سنلاقيه بالشكل ده ادي على المحور الافقي هنحط كمية الانتاج وعلى المحور الرأسي هنحط الفلوس وكانت ايرادات تقبض او تكاليف تدفع التكاليف الثابتة ثابتة ودايما الثابت تلاقيه موازي للمحور الافقي الثابت تلاقيه موازي للمحور الافقي التكاليف هنرسم نقطة التعادل لها النقطة تساوى عندها الارادات الكلية مع التكاليف الكلية فادي تكاليف الكلية التكاليف الكلية بدأت من تبدأ من نقطة نقطة تقاطع التكاليف الثابتة مع المحور الرأسي ليه؟ لانه عند اللي هي جاية قصاد نقطة الصفر دي نقطة الصفر لانه في حال عدم الانتاج لا تتحمل المنشئة اي التكاليف متغيرة وبتتحمل بس التكاليف السابتة عشان كده هي بتبتدي من التكاليف السابتة وكل ما يزيد الانتاج بتزيد التكاليف متغيرة بس احنا مش رسمين خط التكاليف المتغيرة فبتزيد التكاليف المتغيرة لما نجمع الثابت واع المتغير فبيديني خط التكاليف الكلية الايرادات يبدأ من الصفر ليه يبدأ من الصفر؟ لانه لما كانش فيه ايراد لما كانش فيه انتاج لان هنا الانتاج صفر مش هيكون في إيراد زي ما احنا شفناها في الجدول لكن كل ما يزيد الانتاج هتزيد الإيرادات هتلاحظ في هذا الجزء او الاتنين تقاطعوا في هذه النقطة النقطة التقاطعوا فيها الاتنين دي هي دي نقطة التعادل عايز أشوف كمية الانتاج كاما نزل خط على المحور الأفقي اهو كده اهو يديني نقطة التعادل كام بقى كام تكاليف وكم إيرادات خط على المحور الرأسي حايديني الإيرادات كام والتكاليف كام ونبص الله قبل كده انه التكاليف أعلى من الإيراد التكاليف الاسود ده أعلى من الإيراد التكاليف أعلى من الإيراد يبقى ايزا في هذه الحالة الجزء ده المسلس ده يمثل خسائر لكن بعد كده ولحظ الخسائر بيتقل كل ما ينقرب من التعادل هنا الإيراد أعلى من التكاليف أعلى من التكاليف يبقى الجزء ده جزء ربح ومعناها ده انه كل ما وبنزود الإيراد بتزيد الأرباح ده فيما يتعلق بنقطة التعادل بيانيا أحيانا ممكن بدل ما نرسم الخطوط الكتيرة دي بنرسمها بخط واحد إنه والله بنقول وقادي المحور الأفقي هنخليه في نفس نص الصفحة وقادي المحور الرأسي المحور الرأسي المحور الأفق جاي في نقطة تقاطع المحور الرأسي واللي فوق الخط ده هنقول عليه والله ده ربح اللي تحت الخط ده هيبقى خسائر اللي فوق الخط ده ربح اللي تحت الخط خسائر وصد نقطة الأصد دي المحور الأفقي هيبقى دي نقطة الصفحة هنا كانت نقطة الصفحة هنا نقطة التقاطع المحور الرأسي مع الأفقي لأنه إحنا ممثلين كمية إنتاج وجنيهات إذا كانت تكاليف أو إيرادات هنا المحور الأفقي في نص الصفحة ودي المحور الرأسي فنقطة التقاء المحورين هي دي نقطة الصفر اللي فوها يبقى ربح اللي تحتها يبقى خسائر احنا بنقول نقطة التعادل لا عندها ربح ولا خسائر فعشان كده نقطة التعادل هتقطع الخط المحور الأفقي هتقطع خط المحور الأفقي بهذا الشكل اهو شوف اهو ادي هنا ادي خط الربحية ده ده خط الربحية الخط الربحية الأخضر ده تقاطع مع الخط الاسود على المحور الأفقي عند النقطة دي جاي أصاد الصف يبقى النقطة دية هي نقطة التعادل قبليها هنا هو الجزء ده هو واقع تحت الخط الأفقي يبقى ده خسائر اللي فوق يبقى ده هو الربح اللي عملناه بيانيا ده واللي عملناه حسابيا ممكن نحط له معادلة يعني ممكن والله إحنا يعني بغض النظر عن أو إحنا بنقوله أنه عند نقطة تعادل الإيرادات بتسوي التكاليف الكلية الإيرادات الكلية بتسوي التكاليف الكلية والتكاليف الكلية اللي هي التكاليف المتغيرة زائد التكاليف السبت يبقى الإيرادات بتسوي التكاليف الكلية الإيرادات هي كمية في ساعة والتكاليف المتغيرة كمية في تكلفة الوحدة زائد التكاليف السابقة من خلال هذه العلاقة بنطلع بالعلاقة نقدر نقول كده أنه نقطة التعادل بتساوي التكاليف السابقة مقصومة على سعر بيع الوحدة نقص تكلفة الوحدة المتغيرة نقطة التعادل ستساوي التكاليف السابقة على سعر بيع الوحدة نقص تكلفة الوحدة المتغيرة كلمة سعر بيع الوحدة نقص تكلفة الوحدة المتغيرة يعني لو الوحدة بنبيعها بعشر جنيه والوحدة بتتكلف مثلاً سبعة جنيه سعر البيع عشرة وتكلفتها لوحدة المتغيرة سبعة الفارب الاتنين ده مش ربح لأنه احنا بنفكرش في ربح أو خسائر غير لما نغطي التكاليف فالفارب الاتنين سبعة عشرة ناقص سبعة ده مش ربح إنما نفكرش في الربح غير بعد ما نسدد التكاليف السابتة لأنه عندنا تكاليف سابتة فالعشرة دي نقص سبعة حيساوي الثلاثة الثلاثة دي ت 교وتي تسدد الى التكاليف السبته بعدما تسدد التكلف السبته تصبح ربح اللازمة مستجمع إرياد عدة وحدات عشان كده من سعر احصن الواحدة يثيرها سencesمه من ساهمه الوحدة مساهمة الوحدة في الربح أو في سداد التكاليف السبت مرة أخرى سعر البيع نقص تكلفة الوحدة المتغيرة يديني مساهمة الوحدة نحن نوصل لنقطة التعادل عندما الاتنين يتساوي نعمل لها معادلة نقطة التعادل التي تساوي التكاليف السبتة على سعر البيع الوحدة نقص تكلفة الوحدة المتغيرة أو التكاليف السبتة على مساهمة الوحدة أو التكاليف الثبتة على مساهمة الوحدة تعالوا نشوف ازاي احنا كل الكلام ده بنقوله علشان نستخدم نقطة التعادل في اختيار الموقع عشان نستخدم نقطة التعادل في اختيار الموقع نرسم نعملها بياني نرسم المحور الافق منتصر في الصفحة زي ما عملنا في الحالة التانية وبعدين نرسم المحور الرأسي وزي ما احنا قلنا لأعلى المحور الافق هيكون ربح واللي تحتها يكون خسائر واللقصاد المحور الافق هيكون صفر وبعدين احنا عارفين عند عند النقطة عدل لا فيه ربح ولا خسائر عشان كده نقطة الصفر زي ما احنا شفناها في الحالة التانية في الرسم البهاني عند نقطة الصفر هناك خسائر هناك خسائر لكل بديل احنا هنقرب من البدائل المختلفة لكل خسائر عند نقطة الصفر احنا قلنا برضو ان التكاليف الثبتة اذا لم تسدد يبقى بتعتبر خسائر وعشان كده شفناها في الجدول كانت انه في الحالة تنتاج صفر كانت هناك خسائر تعادل التكاليف السبتة كانت هناك خسائر تعادل التكاليف السبتة عشان كده عند الصفر حيبقى فيه خسائر لكل بديل بتساوي التكاليف السبتة بنحط الكلام ده على المحور الرأسي وبعدين هنحسب نقطة التعادل لكل بديل بالمعادلة دهي التكاليف السبتة على سائر البيان استكاليفة الوقت المتغيرة او التكاليف السبتة على المساهمة وبعدين هنسجل قيمة التعادل على المحور رفق زي ما عملنا في المرة اللي فادت وهتيجي دي عند الصفر وخلاص بقى لكل بديل من البدائل لانه حيبو عندي عدة مواقع هنعمل هذا الكلام لكل موقع هنرسم هنعمل له الخط الربحية بتاعته فبنروح هندي نقطة ما احنا محتاجين عشان نرسم خط محتاجين نقطتين نقطة على المحور وفقي نقطة على المحور الرأسي فاحنا عارفين فيه نقطتين احنا عارفينهم ايه هم النقطتين اللي احنا عارفينهم احنا عارفين انه دايما دايما في حالة عدم الانتاج هتكون في خسار مساوية للتكاليف السبتة والتكاليف السبتة بتبقى عندي موغودة فروح اسجلها على المحور الرأسي واحنا هنحسب التعادل وروح نسجلها على المحور الرأسي وروح نوصلين الخطين ببعض ونمد الخط على استقامته لما نمد الخط على استقامته هتقابل خط تاني النقطة اللي تقابل فيها مع الخط التاني دي اسمها نقطة تساوي البديلين يعني ايه نقطة تساوي البديلين يعني هي تعادل بس مش تعادل ربح وخسائر تعادل البديل الأول مع البديل الثاني زي ما قلنا في الكورة يتعادل البديلين يتعادل البديل الأول مع البديل الثاني وده نقدر نحسبها نقدر نحسبها بشكل جابري انه نقطة تسوي البديلين او تعادل البديلين هنجيبها التكلفة الثبتة نقص للبديل الأول نقص تكلفة الثبتة للبديل الثاني على مساهمة الوحدة للبديل الأول نقص مساهمة الوحدة للبديل الثاني ومننساش أنه مساهمة الوحدة اللي هي سعر البيع ناس تكلفة الوحدة المتغيرة هو بعدين اتخذ القرار باختيار الخط الأعلى تعال نشوف طيب هذا الكلام ليه بنختار الخط الأعلى لأن الخط الأعلى دائما هو يعني معناها ربح أعلى وحيفضل الخط الأعلى ده هو الأفضل لغاية لما يتغير هو ويظهر مكانه واحد جديد تعال نشوف هذا الكلام ده في شاشة حيكون أوضح بيقول إيه؟ والله إحنا تفاضل إحدى المنشآت بين ثلاثة مواقع بديلة وأسفرت دراسة الجذوة الاقتصادية عن التكاليف وأسعار البيع كما هو موضح فيما بعد وآدي الموقع اللي عندي ألف به جيم وآدي سعر البيع العمل المباشر الموقع الأولاني 25 والثاني 10 والثالث 5 وعندي تكلفة الخامات المباشرة 50 42.5 45 وآدي التكاليف السابدة موقع الأولاني 200 ألف ثاني 650 ألف الثالث اللي هو مليون خمسين ألف وآدي سعر البيع هنا 100 جنيه للوحدة هنا 100 جنيه للوحدة وهنا 120 جنيه للوحدة وهو مش عارف يعمل المصنع في المنطقة ألف هتبص المنطقة ألف رخيصة في العمل يعني رخيصة نسبيا مقارنة أو يعني العمل فيها غالي العمل فيها غالي مقارنة بالتنين بي أو جيم لكن والخامات فيها غالية مقارنة بي أو جيم لكن التكاليف السابدة الاستثمارات فيها وليلة مقارنة بالتنين فهنا التكاليف العمل والخامات غالية لكن التكاليف السابدة أقل لما تروح لجيم مثلا تبصت لا العمل الخيص الخامات يعني هي أرخص من ألف لكن أعلى من به لكن عايزة استثمارات عالية والأسعار مش زي بعض فأنا شفتها وعشان كده احنا محتاجين زي ما احنا قلنا محتاجين اسلوب علمي نتخذ به القرار وانا مش عارف أتخذ القرار لان كل واحد هتبصت لاقي فيه ميزة ده ميزته انه انه تكاليف السابدة الاستثمارات قليلة لكن ده ميزته تكلفة العمل قليلة ده ميزته تكاليف التكاليف الخامات أقل واحد فيهم ده سعر الاتنين دون سعرهم 100 لكن ده سعره 120 يعني أعلى فكل واحد فيه مزايا وفيه عيوب فنعمل ايه عشان كده دي عوامل موضوعية عشان كده عايزين نتخذ القرار المناسب فاحنا حن 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 حنحلها بياني عشان كده حنروح رسمين اهو حنروح رسمين حنحسب التكاليف المتغيرة ومساهمة الوحدة اه هو خلي بالك إداني تكلفة العمل وإداني تكلفة الخامات تكلفة العمل المباشر والخامات المباشرة العمل المباشر والخامات المباشرة زي ما احنا قلنا لما نجمعهم يديني تكاليف المتغيرة تكلفة المتغيرة للوحدة اللي هي العمل المباشر زائد الخامات المباشرة طب تكلفة المتغيرة الوحدة لما نروح نطرحة من سعر البيع هيديني مساهمة الوحدة فعشان كده احنا اهو قد الموقع ألف ب يم هنجمع العمل زائد الخامات فلما هنجمع العمل زائد الخامات اهو قد العمل خمسة وعشرين زائد خمسة العمل زائد الخامات يعني ديها تكلفة متغيرة الاتنين دول تكلفة متغيرة مش عمل مباشر خمسة وعشرين زائد خمسين يطلع خمسة وسبعين عشرة زائد اتنين واربعون ونص اتنين وخمسين ونص خمسة زائد خمسة واربعين يطلع خمسين فدي التكلفة المتغيرة وقادي اه وقادي اللي عندنا التكلفة السبتة هنا عشرين الف او ميتين الف هنا ستمية وخمسين الف هنا مليون وخمسين الف ودي سعر البيع مية وهنا مية الحاجات دي معطيات دي معطيات دوله كانوا معطيات بس معتهم. ده مية وعشرين. هنطرح سعر البيع ناص تكلفة الوحدة المتغيرة حيديني مساهمة الوحدة. همسة وعشرين. سعر البيع مية ناص اثنين وخمسين ونص طبانين وربعون ونص مساهمة الوحدة. سعر البيع مية وعشرين تكلفة خمسين هيطلع مساهمة الوحدة سبعين. هنأخذ هزي المعطيات ونحن نرسمها على الرسم البياني. بص هنا عشان ما ننساش. هنا عشرين مليون وعشرين الف. او اسف ميتين الف. هنا ستمية وخمسين الف. هنا مليون وخمسين الف. هنروح نرسم. ادي عشان نحسب التعادل. هنحسب كمان نقطة التعادل. ليه? هنحسب نقطة التعادل لان عشان نرسم محتاجين نقطتين. عشان نرسم محتاجين نقطتين. محتاجين النقطة اللي هنبتدي بيها. ونبتدي من التكاليف الثابتة ومحتاجين ان احنا زي ما قلت نقطة تانية عشان نوصل النقطتين دوله والمد الخط على استقامته فالنقطة التانية هنحسبها بالتعادل التعادل اللي هو بيساوي التكاليف الثابتة على مساهمة الوحدة او على سعر بيع الوحدة لما استكليفة الوحدة المتغيرة فللموقع الاول التكاليف الثابتة 200 ألف على مساهمة الوحدة زي ما احنا قلنا اللي هو 100 نقص 75 يبقى 25 100 نقص 75 100 اللي هي سعر البيع نقص 75 لتكلفة المتغيرة يبقى 200 على 25 حيطلع نقطة التعادل في هذه الحالة 8000 وحدة وهكذا الموقع الثاني التكاليف السبتة 650 ألف على مساهمة الوحدة 47.5 حتطلع 13.684 الموقع الثالث اللي هو جيم اللي هو مليون خمسمية وخمسين ألف على تكلفة على مساهمة الوحدة اللي هو 70 حيطلع 22143 دي اللي هي حسن التعادل وبهذا الوقت عندنا نقطتين عندنا نقطة تكاليف السبتة لكل واحدة وعندنا التعادل نوصل لخطين مع بعض ونرسم ونشوف ونختار الموقع الأفضل الثالث عن المحور هنحسب برضو معلش مرة أخرى هنحسب تعادل البديلين تعادل البديلين اللي هي بيتساوا فيه كل بديل مع التاني هنحسبه ازاي زي ما احنا قلنا اللي هو أه لانا 20 ألف ناقص 650 ألف 20 ألف ناقص 650 ألف على 25 ناقص 7 أربعين ونص هيطلع البديل الأول والتاني هيتساوي عند ألفين ومش هكذا مع هيطلع 3000 وهكذا مع ده ألف مع جيم هيطلع 3000 تعادل الموقع ألف مع الموقع جيم هيطلع 4000 نرسم بقى نرسم هذا المحور الأفقي على كمية الإنتاج وكمية الإنتاج هنا 2000, 4000, 6000 8000, 10,000 أو 20,000 20,000 40,000 60,000 80,000 وهكذا وهذه المحور الرأسي اللي هو زي ما احنا قلنا اللي فوق ده هيبقى ربح واللي تحت ده هيبقى خسائر اللي فوق هيبقى ربح واللي تحت هيبقى خسائر فهو هادي شوف ربح وهنا خسائر ونقطة تقاطع ده اللي هو الصفر احنا قلنا عايزين نقطتين عشان نرسم انه النقطة الأولينية اللي هي عند الخسائر كل بديل عند نقطة الصفر هذه نقطة الصفر عند كل بديل من البدائل عند نقطة الصفر اللي هي حالة عدم الإنتاج تكون هناك خسائر مساوية للتكاليف الثبتة البديل الأولين اللي هو البديل ألف كانت تكاليف الثبتة عشرين ألف كانت تكاليف الثبتة عشرين ألف فاحنا لو قلنا دي مثلا عشرين ألف دي اهو لو افترضنا النقطة دي عشرين ألف يبقى حنبتدي من هنا حنبتدي من هنا البديل الأول يبقى دي عشرين ألف دي أربعين ألف دي ستين ألف دي تمانين ألف دي مئة ألف دي مئة وهكذا فإحنا هنبتدي من عند العشرين ألف وحسبنا نقطة التعادل البديل الأولاني فطلع ألفين لو افترضنا أنه دي ألفين فهنوصل الخطين ببعض ونمد الخط على استقامة حيطلع كده آه آسف حسبنا البديل الأولاني كان ثمان ثلاث يبقى دي ألفين أربعة ستة تمانية وابتدينا من هنا هنا دي اللي هي اللي هي التكاليف الثبتة والتكاليف الثبتة لأنه عند التكاليف الثبتة هتكون خسائر ومديت الخط على استقامة البديل الثاني كانت التكاليف الثبتة ستمية وخمسين ألف دي عشرين ألف أربعين ألف ستين ألف هم ستمية وخمسين ألف وهكذا فهن تطلع هنا 20-40-60 حتبصت لقية من هنا فيبتدي البديل الثاني من هنا ويقطع المحور ويقطع المحور الأفقي عند 11-1228 فهي النقطة دي 11-1228 هنا هو اللي هو نقطة الحصل فيها التقاط ومدلنا الخط على استقامته فلما نمد الخط على استقامته يبقى البديل الأولاني تقاطع مع البديل الثاني تقاطع مع البديل الثاني تساوية تساوية عند كام تساوية عند 20 ألف اللي احنا كنا حسبناها جابريا ونرسم البديل الثالي بنفس الطريقة في حيطلع بالشكل ده دي خطوط أرباح زي ما احنا قولنا خطوط أرباح فتبصت لقي اللي تحت المحور الوفق ده كله خسائر احنا بندور على الموقع اللي بدينا أعلى رب فهو الموقع الأخضر ده اللي هو ألف حيبتدي هو الأرباح لأنه ده هنا خسائر وهنا ده خسائر ده حق بالتعادل هنا ده محقق ربح أو هنا الجزء ده ربح لكن دول محققين خسائر ده محقق ربح لكن ده محقق خسائر هنا ده محقق ربح لكن دول محققين خسائر ده تعادل وده خسائر هنا محقق ربح ده حقق ربح شوية دول وده خسائر فنبص لقي البديل الثالي هو اللي بيديني ربح بدءا من هو ديني ربحه وربحه أكتر لغاية هنا يعني البديل ألف من أول هنا هو من أول الثمان تلاف دي لغاية هنا هو هو ده الأفضل فعشان كده بنقول القرار القرار والله إذا كانت كمية الإنتاج ثمان تلاف لأنه ثمان تلاف لأنه هو هيفتدي يربح بعد التعادل يعني ثمان تلاف لغاية عشرين ألف اللي هما تساووا مع بعض مين أحسن؟ أحسن الموقع ألف ليه؟ لأنه هو الأعلى هو الأعلى طيب بعد كده الأحمر هو اللي حيبها الأعلى هو اللي حيبها أعلى من عندك من عند العشرين ألف ويفضل هو الأعلى 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 لغاية هنا هون هنا هون دي جاية عندك هم عند أربعين ألف فبهدي هي الأفضل من عشرين يبقى من ثمان تلاف لغاية عشرين أفضل ألف من 20,000 إلى 40,000 حيبقى الأفضل به لأنه هو الأعلى من كمية 20,000 إلى 30,000 يفضل الموقع به بعد 40,000 حيبقى جيم هو الأعلى بعد 40,000 حيبقى جيم هو الأعلى لأنه هو الاتنين sex ييربحون لكن ييربحون أقل فمن كمية 40,000 فأكثر يفضل الموقع جيم ده إزاي نستخدم التعادل في قرار اختيار الموقع الأفضل ولذلك وإحنا بنعمل دراسة الجدوة بنبقى مقدرين إحنا الطلب وإحنا يعني عارفين إحنا الطلب حيبقى مقدرين وحيبقى كام ولذلك والله على حسب اللي أنت مقدره فوالله لو مقدر أنت الطلب مثلا في حدود 30 ألف هنا ومثلا 30 ألف يبقى أحسن به لا مقدر الطلب هنا مثلا 60 ألف حيبقى لا أحسن جيم وهكذا فعلى حسب الطلب اللي أنت مقدره ده أرضحنا فيه إزاي نستخدم التعادل كأسلوب من الأسليم الموضعية في اختيار الموقع شكرا ونلتقي في محاضرة أخرى إن شاء الله مع السلامة شكرا شكرا شكرا